اي حرب في الدنيا بتكون لها تكاليف وتبعات اقتصادية وفي حرب غزة هنلاقي انه البيانات الرسمية اللي صدرت عن البنك المركز الاسرائيلي بتقول انه تكاليف الحرب 600 مليون دولار اسبوعيا تكاليف الحرب على اسرائيل والتكاليف دي ناتجة عن اغلاق العديد من المدارس واجلاء حوالي 144 الف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ومع لبنان اضافة لاستدعاء حوالي 350 الف جند احتياط في الجيش الاسرائيلي للخدمة ودول بيمثلوا 8% من القوى العاملة في دولة الاحتلال الارقام الاولية في الموازنة الاسرائيلية بتقول انه حصل عجزة في الموازنة بقيمة 23 مليار شكل يعني حوالي 6 مليار دولار في شهر اكتوبر واحده بجانب انخفاض الايرادات بنسبة 15% على اساس سنوي في الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وتراجع الاحتياط الاجنبي في البنك المركزي الاسرائيلي باكتر من 7 مليار دولار في اكتوبر لدعم الشكل اللي طبعا تراجعت قيمته في اسواق الصرف دي كلها ارقام ليها علاقة بشهر اكتوبر لوحده اللي بدأت فيه الحرب على غزة ولكن الحرب لسه منتهتش ودي حرب يبدو انها ستكون طويلة الامد صحيفة كالكاليست الاسرائيلية الاقتصادية متخصصها يعني نقلت عن ارقام اولية لوزارة المالية تقديرات بانه تكلفة الحرب التي تاخدها اسرائيل امام حركة حماس في قطاع غزة حوالي 200 مليار شكل يعني بنتكلم في حدود 51 مليار دولار الرقم ده بيعادل 10% من الناتج المحلي الاجمالي لدولة الاحتلال وزي ما قلنا انه هذه الارقام مبنية على تقديرات اولية وباعتبار انه الحرب مقتصرة فقط على قطاع غزة يعني مش هيدخل فيها حزب الله مثلا من لبنان او ايران او اليمن ولن تتسع حدودها كذلك على اساس العودة السريعة لل350 الف جندي اسرائيلي اللي تم تجندهم في قوات الاحتياط نيجي بقى لخسائر الاقتصاد الفلسطيني لانه الخسائر مش بس في قطاع غزة الخسائر كبيرة في غزة وفي الضفة الغربية ايضا فبنتكلم عن الاقتصاد الفلسطيني كله وبرضو الارقام الاولية تتحدث عن انكماش في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4% خلال شهر اكتوبر سقوط ما يقرب من 400 الف شخص تحت خط الفقر تدمير 60% من المباني والوحدات السكنية الموجودة في قطاع غزة شوف دي بقى يعني قيمتها السوقيات وسوي كام اعادة اعمارها مرة تانية هيتكلف كام ده غير نزوح تلتين اهالي غزة من الشمال الى الجنوب يعني مخيمات تعطر عن العمل توقف لكل القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية يعني لما بنقول انه الحرب اوجدت خلقت ازمة اقتصادية في دولة الاحتلال هتكلفها 10% من نتيجها المحلي فاللي حصل في الاراضي المحتلة هو انهيار تام للاقتصاد الفلسطيني طيب خسائر دول الاقليم اخبارها ايه في السياحة في الاستثمارات في التجارة الدولية استهداف السفن في البحر الاحمر وباب المندب وما يمكن ان يؤدي اليه ذلك من اضرار بالغة على حركة التجارة الدولية ولذلك كان ضرد الفعل الدولي ان الولايات المتحدة شكلت تحالف دولي لردع اي هجمات على سفن الشحنة في البحر الاحمر ووزير الدفاع الامريكي لويد اوستن عمل مؤتمر فيديو مع 43 دولة والاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي وقال لهم نصا انه الهجمات اثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي وهي مستمرة في تهديد الشحن التجاري وبالتالي يجب على المجتمع الدولي مواجهة هذه الازمة استهداف السفن من جانب الحوثيين في اليمن تداعياته كبيرة جدا ولكن بعيدا عن التقارير الاعلامية التي تتحدث عن اسباب الدخول في المعركة المنطق بيقول انه احد اكبر الخاسرين من عمليات الاستهداف هو مشروع الحزام والطريق الصيني استهداف السفن لا يهدد المشروع فقط ولكن يضرب هذه المبادرة بقوة ضيف على كل ما سبق حملات المقاطعة للعلامات التجارية الدولية اللي لو ركزت فيها هتلاقي انه اسهم الشركات دي ارتفعت عالميا هما بخير في مقابل خسائر لانشطتها في دول المقاطعة واللي كان نتيجة مباشرة ليه هو تسريح الاعمال الوطنية خفض مساهمتها في الاقتصاد الوطني لان توقف التوكيلات دي عن العمل معناها انها متعطلة فمش هتورد لوزارة المالية ضرائب سنوية لانها بتخسر ولا ضريبة قيمة مضافلة انها لا بتبيع ولا اي حاجة ولا هتصبر يوم واحد على حجم العمالة فيها وهذه العمالة لا تبيع ولا تشتري ولا تحقق ارباح توضيحا يعني كلامي ده لا هو رفض للمقاطعة ولا هو اعلان مجاني للشركات اصحاب العلامات التجارية الدولية ولكن في عالم اقتصاده كله متصل ببعضه احترس من انك تبقى بتطلق الرصاص على قدميك وانت بتنفذ اهداف ناس تانية حضرتك من حقك انك تقطع الشركات اللي ازهرت دعم او مساندة لدولة الاحتلال حضرتك اصلا المستهلك صاحب القرار وعلى فكرة من حقك تقطع اي منتج في الدنيا دي فلوسك اللي بتشتري بيها واختيارك ايه اللي من حق التشتري بس لما تحول الشراء والمقاطعة الى وسيلة ضغط لازم على الاقل تبقى عارف فاهم تأثير هذا الضغط على اقتصادك انت وعلى العلامة التجارية اللي في بلدك وعلى المستثمر اللي شغال فيه وعلى بيوت العمالة اللي مفتوحة منها مش على اسهم العلامات التجارية في الاسواق المالية العالمية لانها ولي مزيد من معلومات حضرتك ما زالت بتحقق ارباح ونمو كعلامات تجارية عالمية ولو احنا في زمن غير الزمن كنت قدر اقولك خليك مكمل في المقاطعة هتجيب نتيجة يعني لو كنا في اواخر القرن الثمنتشر مثلا وفي حركات مكفحة للعبودية زي اللي حصلت في المملكة المتحدة ولانطلق فيها اكبر حملة شعبية واسعة لمقاطعة السكر القائم على تشغيل العبيد في جزر الهند الغربية الحملة دي وقتها لقيت دعم شعبي غير مسبوق بعد ما انضم لها حوالي 300 الف بريطاني وهبطت مبيعات السكر في المزارع او القادم من المزارع التي يعمل بها العبيد باكتر من التلت وفي المقابل ارتفعت مبيعات السكر الهندي غير المرتبط بمهانة الرق باكتر من عشرة اضعاف خلال عامين بس ووقتها اضطرت الشركات في النهاية للتأكيد على خلوع وعبوتها من اي اثر للرق لاقناع المستهلكين بالاقبال عليها وبعدها برضو في الهند كان في حركة سوديشي حركة سوديشي التالتة لمقاطعة المنتجات البريطانية ودي كانت جزء من حركة الاستقلال الهندية وكان هدفها مقاطعة المنتجات الاجنبية خصوصا البريطانية والدعوة الى شراء المنتجات الهندية الوطنية بالاضافة لمقاطعتها لكل ما له علاقة بالمستعمر على كل المستويات الثقافية والفنية والسياسية تقدر تقول حضرتك أنه دي كانت آخر حملة مقاطعة ناجحة حصلت في العالم في التاريخ كله ليه؟ لأنه قلت لحضرتك من شوية أننا في زمن غير الزمن إحنا دلوقتي في زمن العالمة والاستثمارات والشركات اللي بيختلط فيها كل شيء ما بين المصالح الأجنبية والمصالح الوطنية في زمن تدفق رؤوس الأموال العابرة للحدود والترابط الاقتصادي وحريات حركة السلع والخدمات بين دول العالم لدرجة أنه بقى صعب أنك تنسب علامة تجارية إلى دولة بعينها هتلاقي مثلا في بضايع أوروبية بتنتج برأس مال مثلا أمريكي وبذكاء هندي وبأيدي عاملة صينية وبالتالي أنا أتفهم كويس جدا أن المقاطعة مظبوط هي نوع من أنواع التعبير عن الغضب والاحتجاج السلمي ولكن تأثير هذه المقاطعة الحقيقي بيرتد على الاقتصاد الوطني خصوصا لما تكون هذه السلع بتنتج برأس مال وطني وبأيدي عاملة وطني أما بخصوص تدعيات الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي فالبنك الدولي قال أنه تصاعد الحرب هتنتج عنه أزمة كبيرة وضرر بالغ للاقتصاد العالمي اللي بيعاني أصلا من وضع سيء ومتأزم خصوصا على السلع الأساسية بين قسين النفط والأغذية وقال أنه الأمور لو تطورت أكتر من كده هيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة للمرة الأولى منذ عقود نتيجة للحرب في أوكرانيا والنزاع في منطقة الشرق الأوسط وفيما يخص النفط تحديدا البنك الدولي طرح ثلاث سيناريوهاد السيناريو المتفائل فيهم قال أنه النفط هيرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13% أي ما بين 93 دولار و 102 دولار للبرميل السيناريو الثاني يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولار السيناريو الثالث والأسوأ هو أن تتراوح أسعار النفط ما بين 140 و 157 دولار في السيناريو الثالث البنك الدولي هنا يطرح فكرة أن الصراع ممكن يمتد لدول أخرى في الإقليم وبالتالي هتكون النتائق الكارثية على الاقتصاد العالمي وده نفس التحليل اللي تكلمت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اللي تخوفت من احتمال تحول الصراع في إسرائيل ما بين إسرائيل وحماس في غزة إلى صراع أوسع صراع إقليمي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي اللي هو في الحالة الحالية اقتصاد هاش ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي وإعادة إشعال أسعار الطاقة والغذاء